يقول وجود اليورانيوم المنظب بعد حرب 2003 بالناصرية تحديدا يصل الى 3 طن هذا اللي تم حصره ب36 قطعة مع الاترب الملوثة هاي القطعة اللي تم حصرها ال36 اللي سببت 3 طن تلوث ال36 قطعة بحوزة من الان بالناصرية؟ الان موجودة هاي حقيقة حصرها الدكتور حامد الباهلي المسؤول على الملف انه هذا الرجل حقيقة بلغ من العمر العتية يعني الله يحفظ ان شاء الله هو الوحيد الذي يطالب بقضية تطهير العراق من اليورانيوم المنظب وانا احد اعضاء اللي جان مع الدكتور حامد الباهلي هذه موجودة في الناصرية الان وموجودة ب30 طن وضربت فيه آليات عسكرية ودبابات ومدرعات وبالتالي تركت في الصحراء موجودة لفترات عديدة وسنوات عديدة ثم وضعوا عليها حرس يعني شخص واحد للأسف الشديد شخص تركوه يعني الآن يحرسها وربما ان تلجأ الها صحاب المواشي والرعاة وتالي صارت طبعا يعني هو اولا يا دكتور حاتف حتى المعلومة تكون واضحة للمشاهد هي اكتشف انه بها يورانيوم منظب وفيها اشعاعات نووية ازيان شنو خلوا عليها حارس ليش ما تم التعامل معها علميا اما طمرها اما اخفاءها اما معالجتها وفق الطرق العلمية شنو حارس عليها يعني هو هذا هي هاي المصيبة الكبرى انه ماكن معالجة حقيقية ماكن معالجة من قبل الدولة هي موجودة الآن في البصرة هاي منطقة طوقيها وخلاص وفي البصرة طبعا صارت في متناول الناس وصارت اواني وصارت اجهزة منزلية وغيرها عندك المنطقة يعني هاي منطقة السنك هاي كلها مضروب اليورانيوم المنظب هذا المطعم التركي في مجاور وزارة التخطيط في كسرة وعطاش في النهروان في جسر ديالة في قريب من باب المعظم هذه المطقة كلها مضروبة باليورانيوم المنظب وبالتالي كانت هناك تقارير للمتحدة لابد عزيز استاذ نجم معالجة وتطهير اثار اليورانيوم المنظب وفق المعايير الدولية يجب ان تكون من ضمن خبراء دوليين ومتخصصين كما حدث في اوكرانيا يجب ان تطمر بقعة في البحر تحت 303 متر ولكن ان تبقى من سنة 1991 الى الان ومن 2003 و1999 ولا زالت في العراء وفي المناطق المضروبة هم اللي يشألان ما يستغلون بعض البناياتين مضروبة هساكو بعض الجنود ذولا مساكين طبعا يعني في مناطق عديدة جاي يحرسونها وهي وهي كلها لازم يبتعد عنها كيلومترات هاي المناطق لم تتم معالجة حقيقية وين الجنود يحرسوها؟ وين هاي الحالة؟ يعني هاي اللي قلتك عليها بالناصرية في عداية في الموصل في الجزيرة عندك في مصنع الصلب في البصرة عندك في ميسان في الديوانية اكو حتى في السليمانية واربين يعني حال حال الاثار مخليه شخص واحد جندي واحد شوان الاثار هي هاي نفس العملية خليك جندي واحد يحس يا بلحد يبتعد هاي منطقة خاطرة هذا مو صحيح هاي كارثة كبرى وبالتالي لا يتوجد هناك نية حقيقية لدى الدولة هذا الملف ملف خطير للأسف الشديد لم يتم التعامل معه بشكل واقعي للأسف لغاية هذه اللحظة يعني انت تتحدث بالبصرة على معامل الحديد والصلب وهذا كان يعني مواحد من اكبر معامل بالشرق الاوسط التلوثات واصلة لحدود 800 طن من الاتربة يعني تعرف شو نجد 800 طن من الاتربة وبالتالي الدولة تتعامل معه وتخلى عليها حارس زين شون يتم التعامل او معانجة هاي الاتربة يا دكتور كل هذا الملف استاذ نجم عزيزي ابلغ بها للمشاهدين حقيقة وللدولة للأسف الشديد يعني انا ما سمعت فيهم هذا والله مؤلم جدا بالله الكريم وهذا الموضوع يبكيني جدا عني يعني انا هذا الموضوع الرقني واهدع السنة بي قصدت بدول اوروبية رحت الى لندن والى رحت الى نرويج والدنمارك والسويد وفنلندا وهذا الموضوع صلطت واتقت برئيس وزراء الفنلندي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية السويدي وكذلك رئيس لجنة العلاقات الخارجية النرويجي ووكيل وزير التنمية الدولية في لندن حقيقة سأني سؤال غريب يقول لي انا احنا ما سامعين بهذا الموضوع يعني الدول اللي تقول لك انا ما سامع حتى السويدي يقول انا ما سامع هذا الموضوع ليش دولتكم ساكت ليش ما تعقد مؤتمر دولي ليش ما تعقد مؤتمر دولي وتلمد دول العالم كلها وتدعي الخبراء وتدعي هذا الموضوع قال ما يحل شخص ولا يحل منظم ولا يتحل مجموعة قال احنا نعم نثني ونثني على هذا جهدك وانا رحت على حساب الخاص شهد الله وكفى رحت على حساب الخاص في هذا الموضوع وافتريت ما يقارب ثمان تسع دول يعني كيفية المعالجة يعني يقول اعقدوا مؤتمر دولي حضرت مؤتمرات دولية في ستوكولم اجد ان العالم من المعيب ان العالم يهتم بامرنا من المخجل ان يهتم بامرنا ونحن ساكتون عن معالجة هذا الامر هذا الامر خطير هذا الامر يعني اليورانيوم ضرب المناطق العراقية من اقصاها الى اقصاها من الشمال الى الجنوب ليش هذا السكوت ليش ما تتعاملون شفافية مع بلدكم يعني مو صحيح السكوت عن هذا الموضوع اشتركوا في القناة